مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب هنستكمل مع بعض سلسلة الردود الخاصة بالرد على الدكتور منقذ السقار وبالأخص على كتابه هلفتدان المسيح على الصليب والذي فيه بيحاول بصورة مميتة جدا أنه ينفي حقيقة تاريخية صلب المسيح وأنه يطعن أيضا في أهميتها وحتمية موت المسيح وصلبه من أجلنا دي يمكن حلقة راكم أربعة وعنوانها يحرفون النصوص الكتابية لإثبات كذبة عدم صلب المسيح ما يقوله الكرآن عن المسيح ما هو الكذبة لا أكثر ولا أقل مع احترام الكامل لكل الإخوة المسلمين لكن هذه كذبة وكذبة لا يوجد لها سند لا يوجد لها سند ولم يقدم الكرآن سند واحد أو برهان واحد يحترم بي عقول المسلمين يحترم بي عقول المسلمين ويقول لهم أنا ليه بقول لكم أن المسيح لم يصلب نهائي لم يقدم هو نافى الصلب لكنه لم يقدم أي برهان وكأن البرهين العقلية والمنطقية والتاريخية ليست لها أي إيمة وعشان كده بيصعب علي الدكتور مونكز وغيره ليه؟ لأنهم للأسف بيصدقوا كذبة وعليهم هم يبحثوا ويفتشوا ويجدوا البرهين اللي تعبد الكذبة دي فيروح للقرآن ما يلاقيش ما بيقدمش يروح للسنة ما فيش أي برهين فيعمل إيه بقى؟ يخترع عقله فكرة جميلة يروح طاعن في القصة الحقيقية يحاول يثبت أنها غير حقيقية أو فيها تناقضات أو مش على مزاجه كويس؟ وده اللي بيعملوا كل المسلمين نهارده لما تيجي الموضوع صلب المسيح ما تلاقهمش أبدا بيجيبوا أي برهين تحدث عنها الكرآن أو تحدثت عنها السؤال زي ما قال لنا الدكتور مونكز قبل كده قال لنا الكتاب المؤدس الأنجيل في أصححات مطولة تناول موضوع صلب المسيح بتفاصيل كثيرة صلبه ومحكمته وموته ودفنه وقيمته كويس؟ أما الكرآن والسنة فكل ما ذكر هو آية في الكرآن طب إيه البراهين؟ ما فيش براهين فيعمل إيه هو يعيني؟ يلجأ للكتاب المؤدس ويطعن في مصداقية الكتاب المؤدس ويتخيل عقله أن هناك تناقضات بين الأنجيل في رواية صلب المسيح وما هي إلا اختلافات هذه الاختلافات على فكرة هي برهان على صدق الأنجيل وليس ضد الأنجيل لو التلاميذ حبوا يفبركوا قصة يا دكتور منقصة هيعملوا زي الكرآن هيقولوا آية ويخلصوا أو يجتمعوا مع بعض ويتفقوا إحنا مش عايزين نبين أن إحنا مختلفين إحنا عايزين الكسبة بتاعتنا نطلعها مظبوطة فنعمل إيه نتفق ما حدش فينا يكتب حاجة مختلفة عن التاني لكن الأنجيل غير كده كتبها رجال الله ماسوقين من الروح القدس وكل واحد اختار القصص والأحداث والتفاصيل اللي تناسب الغرض الذي من أجله يكتب متى بيكتب لليهود مرؤس ولؤى يحنى كل واحد عنده غرض مختلف فعش كده بنجد هذا الاختلاف هذا التنوع وهو تكامل وليس تناقض كما يدعى الدكتور منقز طيب دكتور منقز المرة اللي فاتت طبعا هو فيه غلطة كلمنا عنها بسرعة عشان الوقت قالك أنه ماركيون ده كان تلميس بوليس وطبعا دي يعني كذبة بيحاول بيها أنه هو أي حاجة يتهم بيها بوليس وخلاص لكن قالك كمان استخدم أحمد دي داد الكذاب الكبير بتاعه أو المدلس أكبر واحد كان مخادع استخدم أحمد دي داد والعلامة أحمد دي داد ماشي أحمد دي داد المرة اللي فاتت شفنا أنه في كلامه كان غير حقيقي وهكلم نهارده عن الملاحظة التانية اللي قالها أحمد دي داد الملاحظة التانية أن شهود الإثبات جميعا لم يحضروا الواقعة التي يشهدون فيها وكان أحمد دي داد بيقرأ أنجيل مختلفة عن الأنجيل التي بين أيدينا وكأن حادث الصلب أحبائي حدث في مكان منعزل لم يوجد أحد ولم يرى أحد المسيح ولم يشاهد أحد المسيح المسلوب ولم يرى أحد المسيح وهو يحمل صليبه ويسير إلى منطقة الجلجوسة خارج أرشلين وكأن حادث صلب المسيح ما هو إلا حادث بسيط جدا لم يهتم به الشعب والمدينة مع أنه زي ما قلت الأنجيل بتحتوي على أكتر من 40% من مضمونها مخصص للأسبوع الأخير لكن هل فعلا كان فيه شهود عيان؟ هل فيه شهود عيان شاهدوا موت المسيح وأنه اللي مات فعلا هو شخص يسوع المسيح وليس واحد مخدوعين فيه؟ شهود العيان طب أنت اللي بتتكلم عن شهود العيان تم تطبق دوا على رسول الإسلام ده يعني منطقيا ما ينفعش أنه يتكلم عن صليب منطقيا ما ينفعش أنه يتكلم عن حدث لم يعاصره شهود العيان قائمة شهود العيان هل هناك من شاهد الصليب؟ وهل حادث الصليب كان حادث عام قلب المدينة رأسا على عقب أم لا؟ هل أقول لك أنه ما حدش من الشهود رأى الصليب؟ طيب أجي إلى هذكر بعض الأشياء وليس كل الأشياء كريمنا كتاب عن جموع غفيرة جموع غفيرة وجموع كثيرة المدينة كلها بقالها أسبوع مقلوبة منذ أن دخل يسوع في دخوله الانتصاري يوم أحد الشعنين إلى مدينة أرشليم والمدينة مرتجة كلها ارتجت كلها إلى يوم الجمعة الذي فيه صلب شخص المسيح يقول لنا كذا الكتاب أنه كان هناك مقتازين كثيرين ناس كثيرة عند الصليب عند المسلوب ناس من كل مكان كل الزائرين حتى لمدينة أرشليم الذين أتوا من أماكن مختلفة لأنه كان عيد الفصح وكان المقتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين يا ناقد الهيكل يعني عارفين كلامه وكانوا سمعين كلامه اللي قالوا يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل على الصليب ده كان كثير بهزاو المسيح وهو على الصليب وكذلك رؤساء الكهنة مين؟ رؤساء الكهنة رؤساء الكهنة اللي لازم يتأكدوا أن الذي صلب ومات هو شخص المسيح اللي حكموا عليه واللي قادوا بلاتوس أنه يصدر حكم الموت عليه اللي قالوا دمه علينا وعلى أبنائنا لا يوجد بفر من إنهم يتأكدوا أن الذي صلب ومات هو المسيح وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يهتهزئون مع الكتبة رؤساء الكهنة نحن عندنا رئيس كهنة واحد اللي هو معروف حنان أو حنانيا لكن رؤساء الكهنة اللي يعرف فينا أنه صبت لاوي من أيام داود اتقسمت الخدمة في الهيكل إلى 24 فرقة متقسم إلى فرق وكل فرقة لها خدمة معينة وأيام معينة للخدمة الـ 24 فرقة دول لهم 24 رئيس هما دول رؤساء الكهنة وكمان معظمهم بيبقوا أيضا أعضاء في مجمع السنهيدرين وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة كتبة اللي هم الناس المختصين بحفظ النصوص الكتابية ونسخها وكتابتها والشيوخ قالوا خلص آخرين دا عارفين تاريخه عارفين أنه أقام من الموتى كثيرين عارفين أنه شفا كثيرين عارفين أنه خلص كثيرين وأعطاهم حياة شفا برس شفا عم شفا عرج صنع معجزات يقول هنا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به قد اتكل على الله فلينقزه الآن إن أراده لأنه قال أنا ابن الله استهزئ من عند الجموعة كثيرة كانوا فين دول يا دكتور مونكز كانوا عند الصليب كانوا قاربين من شخص المسلوب كانت نظرتهم إليه كانوا ينظرون إليه ويهتزئون به الجموعة الكثيرة دي تعتبر ناس شاهدة على الصليب وناس متأكدة أن الذي صلب على الصليب وأن الذي أيضا مات على الصليب هو المسيح نفسه ولا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تخدعهم أعدادهم كثيرين قد تصل إلى مئات كانوا موجودين إلى آخر اللحظة أو ألاف يقول هنا أيضا في لؤر 13 وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر كل الجموع المجتمعين لهذا المنظر من هي منظر منظر الصليب ابن الله يسوع المسيح المعلق على الصليب يقول الكتاب وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا مكان رجعوا وهم يقرعون صدورهم في ناس ما استحملتش المنظر في ناس رؤيتها ليه الدم وللألم الآخرين أمر غير محتمل بالنسبة لهم في ناس كانت بستعجب مش ده المسيح طب ليه عملوا فيه كده لكن اللي همني كان كل الجموع وقائد المئة ده مش واحد كان عند الصليب قائد المئة هو قائد الكتيبة العسكرية المختصة بتنفيذ حكم الصلب والتأكد من أن المصلوب قد مات وفيما بعد كانوا أيضا هم حراس القبر وقائد المئة والذين معه الذين كانوا يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة مكان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله لأنه من الحاجات أيضا اللي بيقولها الكذاب الكبير ده ده يقول لك أنه لما حصلت الزلزلة ما كانش حد أساسا موجود لكن هنا يقول لنا أنه إلى آخر لحظة كان هؤلاء الحراس الكتيبة الرومانية المسؤولة عن تنفيذ حكم الصلب في المسيح كانت موجودة إلى آخر لحظة وهم اللي تأكدوا من موته وعلى أساس موته الفعلي الجسدي تم تنزيله من على الصليب قائد الماء أنت تعرف يا دكتور منكزي أنه أي تقصير في أي مهمة عسكرية يعتبر خيانة للبلد جزاؤه الموت ومش ممكن أبدا السجين يهرب منه ومش ممكن أبدا اللي مطلوب منه أنه ينفس فيه حكم الإعدام يتغير وأما قائد الماء والذين معه يعني كانوا جنود رومان معه يحرسون يسوع ماذا عن بوتروس بوتروس كان يدبع يسوع من بعيد إلى داخل رئيس الكهنة إلى دار رئيس الكهنة بوتروس أيضا نظر إليه يسوع يقول الكتاب أيضا وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسالومة اللواتي أيضا تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل وأخرى وأخر كثيرات اللواتي صعدنا معه إلى أرشليم كل هؤلاء كانوا عند الصليب كل هؤلاء كانوا عند الصليب النص ده مش بيجذب لأنه ذكر لنا أسماء وعرف ليه النص الكرآني مش حقي لأنه لم ينسكن لنا شيء ذكر أسماء أسماء الناس ترجع ترجع لها أنا لو أنا لو أنا جاي أتحقق من الحادث دون جاي بعد سنتين ثلاثة عشان أتحقق إنه الحادث ده تم هرجع للناس دي هكلم الناس دي دول اللي هيبقوا الشهود دول الناس اللي هيبقوا مصدر معلوماتي أسماءهم هسأل فين مريم المجدلية وهسأل عن مريم أم يعقوب ويوسي وهسأل عن مريمات الأخ أخرى وقت لكن حضرتك يعني بتاخد كلام أحمد دات على إنه منزل مع إنه غلط يقول لك ما كانش حد عند الصليب وما كانش حد أيضا من اللي كتبه الأنجيل عند الصليب طب نرجع إلى يوحن 19 ماذا يقول يوحن 19 وكانت وقفات عند صليب يسوع أمه هل في أم ممكن تغلط في ابنها مش ممكن ده لما يبكون عندها حتى مش توأم لكن ولا أربع ولاد ولا خمس ولاد مولودين مع بعض وشكلهم شكل بعض الأم الوحيدة اللي ما تغلطش فيهم وكانت وقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية فلما رأى يسوع أمه والتلميذة الذي كان يسوع يحب يحن اللي كاتب إنجيل أربعة الإنجيل الرابعة هل ممكن تقبل شهادة يحن يا دكتور مونكز هل ممكن تقبل شهادته كشاهد عيان ولا هتقول لي أصلي يحن مش هو كاتب الإنجيل مشكلة الدكتور مونكز وغيره إنهم بيعملوا بيروحوا لي مش بسميهم لهوتين لكن إنه قاد للكتاب معدس في كتير ناس بتكتب ضد كتاب معدس لأن إحنا يا دكتور مونكز لا بنتبح ولا بنسجن يعني أنت حضرتك لو طعمت في المسيح لا هاتبحك ولا هسجنك يختلف عن اللي ممكن يطعن في الإسلام ويتسجن ويتدبح فإحنا عندنا حريط تعبير في ناس كتيرة بتكتب ضد المسيح وبيطلقوا على أنفسهم لهوتين كويس ودي حرية التعبير هو يدافع عن نفسه اللي هنا بيدافع عن نفسه الكل اللي أنت بتقوله ده دكتور مونكز أنا لا يعطيني الحق أبدا إني أكفارك أو إني أسجنك أو إني أقتلك لأنه أنت بتقوله ضد إلهي وإلهي هو اللي يقدر يدافع عن نفسه ومش أنا ده هو اللي بيدافع عني غيرك يا دكتور غير عندك يا دكتور مونكز أنا ما قدرش أقول الكلام ده بلدك سعودية ولا يقدر واحد سعودي ينتقد الكرآن يتحط في السجون حتى البنت اللي اللي اللفت آية اسمها آية كورونا في تونس من سنة لسه ما زالت لحد النهار ده في السجون وغير وغير حامد أبوزيد اللي تقتل لأنه كان الراجل بيشغل عقله فأنا ما عنديش مشكلة إنه إنه أنت ترجع لمراجع بس أنت بترجع لمراجع لناس أساسا بينتقدوا المساحية ويريتك ترجع لمراجع اتكتبت للرد عليهم فترجع للهوتيين الليبراليين وتقول لأصل يوحنى هو اللي مش كاتب الإنجيل لكن عمرك ما هترجع عليه كتاب أكاديمي محترم بيثبت أن يوحنى هو كاتب الإنجيل ده ده نقطة فرعية مش في موضوع النهار ده وعش كده دايما المسلمين يروح للفين يروحوا للناس اللي هي بتنتقد زي بارت إيرمان اللي بينتقد في المسيحية ويريتهم يكونوا أمناء في نقلهم للمعلومة يعني يعني بارت إيرمان بيقول حاجات هما ميرضوش يجيبوها هما بيجيبوا الحاجات اللي تيجي على مزاجهم بس بس لكن آدي يوحنى وأنا سؤالي هل تقبل شهادة يوحنى هل تقبل شهادة يوحنى التلميذ الذي كان يحبه يسوع أو كان يحب يسوع وتاخد شهادته هل ممكن تقبل شهادته يا دكتور منكز على أساس منطقي وعلمي أنه كان شاهد عيان أما رسول الإسلام فلم يكن شاهد عيان هل تاخد كلامه على أنه صدق أكتر من رسول الإسلام لسبب أنه كان شاهد عيان ولسبب أنه كان في زمن المسيح أنا عارف أنه ده صعب بس الرب يقدر يا دكتور منكز يغير قلبك ويغير فكرك وينورهم بنور المسيح شوفوا بقى هنا بيجي دكتور منكز في جزء آخر وأنا مصور الكتاب بتاعه وعلشان يطعن في لهوت المسيح يطعن فين في بعض النصوص المذكورة في الكتاب على دس مثلا منهم إحنا عارفين رب يسوع على صليب السبع كلمات معروفين من ضمن هذه الكلمات الآية المشهورة يا أبتها اخفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون فييجي الدكتور منكز وليه ومن التلاعب الذي تعرضت له أيضا نسخ الإنجيل هو حكم على طول أن تلاعب هناك تلاعب وأن هناك تحريف ما هو مش عارف يثبت من قرآنه أن المسيح لم يصل فيعمل فييجي يطعن في الكتاب ومن التلاعب الذي تعرضت له أيضا نسخ الإناء الأنجيل ما ذكره جورج كورد طب فين المصدر يا دكتور منك يا علامة يا أكاديمي ألو فين اسم الكتاب واسم الكاتب بالإنجليزي وفين دار النشر وفين الصفحة إحنا مش بنبيع بطيخ لما بتكتب حاجة المفروض وبما أنك أنت هتقتبس منه اقتباس مباشر يبقى دي عدم أمانة منك إنك لا تذكر لنا لا ما تذكرش حاجة أبدا في الفوت نوتس عنده بالهوامش لكن زي ما تنقش قلنا قبل كده فقد جاء في لوقة أن المسيح قال على الصليب يا أبتاه اخفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون كويس لوقة 23 وعدد 33 أو 34 ولم يذكرها غيره من الإنجليين معادي ما يوحن ذكر سبع معجزات لم يذكرها أحد غيره وسبع أقوال المسيح لم يذكرها أحد غيره تم مت ولوقة ذكروا ميلاد المسيح ومرقص لم يذكر مرقص من لم يذكر لنا ميلاد المسيح عادي لأنه كل واحد بيكتب بغرض طيب أخذ مدخلة وهارجع أكمل الجزء ده ما أحضر الأخ جرجس من أمريكا ألو مساء الخير ألو مساء نور أنا عاوز أتكلم على موضوع اللي ذكروا منقذ السقار عن أنه شهادة مرقص ما تنفحش شهادة لوقة ما تنفحش عاوز أقول أنه مرقص واحد من السبعين رسول أيو ومرقص هو اللي كان حاطة أزار على على جسمه ولما جوا يمسكوه هرب وهو عريام وبعد كده العشاء الأخير اتعمل دكتور مونكز دكتور مونكز سيطعم في مصداقية آية ومنها يحاول يثبت بما أنه طعن في مصداقية آية يبقى القصة كلها غلط يبقى هما ألفوها ولم يذكرها غيره من الإنجليين كما أخفلتها بعض المخطوطات الهامة طب يا دكتور مونكز ما تعرفنا ايه المخطوطات الهامة اكتب لنا أسماء طيب كلام المصاطب دا وما بينفعش معانا كلام المصاطب دا بينفع مع الأخوة المسلمين لما يقروا ويهللوا بس ماينفعش معانا احنا يا دكتور مونكز إن كنت هتحترم عقلنا تحترم الأسلوب الأكاديمي اللي المفروض تكتب بي كويس يقول كيرد ما عرفش بقى أخين اسم الكتاب إيه داري نشر إيه سنة كام ما عنديش أي فكرة هو سمى قالك جورج كيرد ماشي قد قيل أن هذه الصلاة ربما تكون قد محيت من إحدى النسخ الأولى للإنجيل بواسطة أحد كتبت القرن الثاني يعني واحد جي ناسخ في القرن الثاني راح شال الآية دي كويس الذي ظن أنه شيء لا يمكن تصديقه أن يخفر الله لليهود واحد من المؤمنين المسيحيين جي في القرن الثاني وهو بينقل المخطوطة ليه الآية دي اللي موجودة في لوقة 23 43 34 قالك مش ممكن الآية دي تكون إيه أحطها ليه يا عمي قالك لا لأنه ربنا مش ممكن يخفر اليهود طب ليه ربنا مش يخفر عصل هو حصل خراب أرشليم سنة سبعين وحصل أيضا تدمير أيضا آخر سنة 135 يبقى بالتالي ربنا ده ده كلام مين ده كلام الكاتب اللي هو مقتبسه طب هل الكلام ده صح يا دكتور منقذ ولا هل الكلام ده مردود عليه ولا مش مردود عليه هل الكلام ده نقبله ولا ما نقبله ما ما يجيش أي حد يفت في أي حاجة وبعدين تاخد أنت فتويه وتقول لي أهو أصل وفيه واحد قال كذا 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 لازم تجيب يا دكتور منقذ تبقى منصف مع أنه هذا من الإعجاز لكن لأنه مش هيخدم غرضك أنك تبقى منصف أنت اللي يخدم غرضك أنك تبقى غير منصف طيب هلي دكتور منقذ درست الآية دي هل عرفت موجودة فين مش موجودة فين أنهي مخطوطة مش أنهي مخطوطة هل هلي تأكدت أنها ممكن تكون أصيلة أو غير أصيلة أنا مش هدخل كتير في الموضوع لكن هكلم عن أكتر من نقطة مهمة تهمنا قال يسوع يا أبتاه اخفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ودي تعتبر صلاة الرب يسوع اللي بتتماشى مع تعاليم المسيح كله اللي بتتماشى مع محبته وقبول الخطى وعلى فكرة قبول المسيح للخطى لا يعني عدم توبتهم فالخاطي يقبل عندما يتوب لا يوجد قبول دون توبة ورجوع كويس لكن هنا الرب يسوع يا أبتاه اخفر لهم لأنهم لا يعلمون اخفر لهم لأنهم لا يعلمون لأن الخطية هذه الخطية التي ارتكبوها بأنهم بأنهم أسلموا ابن الله كويس لأنهم لو عرفوا لما صلبوا لكن خليني أرجع إلى أصالة هذه الآية ما الذي يدل على أن هذه الآية أصيلة دا اوثنتيسيتي بنسميها هل الآية دي أصيلة أم لا يطعن في أصالة هذه الآية لأنها غير موجودة في بعض المخطوطات مثل الفاتيكانية والبيزية مش موجودة لا في المخطوطة الفاتيكانية ولا موجودة في المخطوطة البيزية اللي هي بي و دي الرموز بتاعته لكنها موجودة في مخطوطات أخرى مهمة وأساسية و كبيرة منها الإسكندرية والسينائية والأفرامية دي دي المخطوطات اللي موجودة فيها الآية دي وعلى فكرة الفاتيكانية والسينائية وال وال والأسكندرية معروف إنهم اتكتبوا في وقت واحد ويمكن تحت إشراف مجلس واحد كنسخ للكتالي المعدس لكنها موجودة فين موجودة في السينائية اللي هي الألف العبري دي وموجودة في الأفرامية وموجودة أيضا في الأسكندرية مخطوطات الأسكندرية وجودها في إنجيل لؤة فقط ليس سببا للطعن في مصدقيتها فكثير من الأنجيل بتذكر أشياء لأن أجيل الأخرى لم تذكرها لأن كل إنجيل كتبا لغرض ما ولناس معينين فالكاتب تحت إرشاد الروح القدس زي ما متى ليه كتب متى سلسلة ناسا بالمسيح لأنه بيتكلم مع اليهود فكان لابد أن يثبت لهم أن المسيح هو ابن داود بحسب الجسد أما يحنى فمش بيكلم بيكتب إنجيل اليهود يحنى بيكتب إنجيل للعالم كله فبيبدأ في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء مش محتاج يرجع فالغرض يا دكتور مونكز بيخلي الكاتب يكتب أشياء يعني أنا أنا النهاردة لو أنا لو أنا لو أنا لو أنا صحفي وشفت حادث قدامي في الطريق هكتب عن الحادث دو بما يخدم غرضي كصحفي كويس لكن أنا لو لو الحادث دو حصل قدامي وأنا طبيب كويس هكتب تقرير طبي عن المصابين وحالتهم الصحية ومدى الإصابة وأسماء الكسور اللي عندهم حتى أستخدم التعبيرات الترمينولوجي الطبية الكبيرة لأنني مش بكتب للصحافة أنا بكتب تقرير طبي فالغرض بيخليني أكتب بأسلوب مختلف أو أخذ عبارات من حياة المسيح وأترك أخرى ليس هذا تعنا في مصداقيته فالكل بيكمل بعض هي صورة بيراها هي حادث واحد بيراها أربعة من زوايا مختلفة وهيكتبوا لناس مختلفين لكن كل ما يكتبوه هو حق وصدق وبعدين فعليا يا دكتور مونكس أنت تعلم جيدا أن ما كتب في الأنجيل الأربعة عن حياة المسيح لا يتعد خمسة وخمسين يوم بحسنا بقولنا العلماء من حياته ويوحن الحبيب قال كده قال لو إحنا كتبنا كل حاجة فالعلم نفسه لن يسعى الكتب المكتوبة لو كتبنا كل حاجة عن الرب يسوع فوجود الآية دي في الوقت ليس دليلا على عدم مصداقيتها يا دكتور مونكس هذا ما يقوله الفاهم والعارف أجي النقطة أخرى صلاة المسيح يا دكتور مونكس تعتبر أصيلة ليه لأنه استفانوس الشهيد الأول المسيحية هذه الصلاة كانت مثال له في حياته وفي موته وعندما مات أيضا اقتبس من نفس الأسلوب عمل زي سيده سيده اللي علمه أنه يطلب الغفران لصالبيه أيضا قال استفانوس في أعمال سبعة وعدد ستين يا رب لا تقم لهم هذه الخطية تعلمها منين دي تعلمها من سيده تعلمها من المسيح الذي صلى على الصليب وقال يا أبتا اغفر لهم بيطلب الغفران للذين سلبوه من اليهود أو الرمان صلاة المسيح تتماشى مع تعليم المسيح عن محب طلاو بالأخص في إنجيل لؤة بالأخص في إنجيل لؤة المسيح الذي يحب الخطاء المسيح الذي كان يجلس مع الخطاء والعشرين المسيح الذي انتقد الجموع لأنه كان يأكل معهم المسيح الذي ضرب لهم أمثالا عن الراعي الصالح الذي يترك يترك تسعة وتسعين خروف ويذهب ليبحث عن الضال عن الأرملة التي تبحث عن الدرهم المفقود عن الأب الذي يترك ابنه ويضل ويعيش مع الزواني ويعسر في كل أمواله لكنه يعود فيجد أبا مرحبا به حاضنا له ده الصورة اللي بيقدمها لؤة فالآية بتتماشى مع لؤة كله كمان يا دكتور منقذ اهتم لؤة في إنجيله بكيف كان يسوع يصلي من أول أصحاح أربعة لما ذكر لينا لؤة أنه في معموضيته عندما كان يصلي انفتحت السماء ورأى ونزل روح الله مثل حمامة إلى آخر يوم في حياته وهو على الصليب قبل أن يسلم الروح يا أبتا اغفر لهم ده نجده بس في إنجيل لؤة نجد التركيز على صلوات المسيح في حياته في إنجيل لؤة بجانب طبعا يوسابيوس وجيروم وغيرهم الكثير من أباء الكنيسة في القرن الثاني والثالث كان عندهم معرفة عن صلاة المسيح هذه فما تجيبش عبارة للهوتي متطرف حتى لا تذكر لنا اسم الكتاب اللي اللي انت اقترست منه وتاخدها كقاعدة يا دكتور مونكس عشان تهاجم الكتاب معدس طيب حاجة أخرى بقى الغريبة في كتابه قال لك آمن من الأمور أيضا والتناقضات التي تطعن في مصداقية صلب المسيح هو الاختلاف في الأنجيل عن من الذي حمل الصليب مين اللي شال الصليب شوفوا هنا سمعان القيرواني أم المسيح يعني بيصدعنا ومع إنه كان ممكن يوفر على نفسه وعلينا مجهود بإنه يقرأ كتاب محترم يرجع إلى تفسير مسيحي لهوزنه لكن هو مش عايز يعمل كده طب نضطر إحنا نرد عليه يعني يقول من الذي حمل الصليب أو من الذي حمل الصليب المسيح أم سمعان مين اللي حمل الصليب دي مشكلة كبيرة عن الدكتور منكز مش عارف ينام خلته يتأكد أن الرواية القرآنية عن الصليب أن المسيح لم يصل بصح أما التفاصيل الكثيرة والأصححات المطولة المرتبطة بتفاصيلها عن موت وصل بالمسيح لا دي فيها فيها غلط طب إزاي يعني إزاي الدكتور منكز بيقولي نفسه أنا على هذا الأساس أمنت أن الرواية الإسلامية صح إيه هو هناك بعض الاختلافات طيب زي إيه من الحمل الصليب وصدر حكم بيلاتوس بصلب المسيح ماشي دي جزء صح كويس إن هو ما طعنش فيه ده كمان وخرج به اليهود لتنفيذ الحكم وفيما هم خارجون لقيهم رجل يقال له سمعان فجعلوه يحمل صليب المسيح يقول مرقص ثم خرجوا لصلبه فسخروا رجلا مكتازا كان آتيا من الحقل وهو سمعان القيرواني أبو الألكسندروس وروفس ليحمل صليبه وده مسكور في متة ومسكور في لو لكن يحن يختلف عن الثلاثة فيجعل المسيح حاملا لصليبه بدلا من سمعان يقول يحن فأخذوا يسوع ومضوا به فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له الجمجمة ولم يذكر يحن شيئا عن سمعان يبقى لأن أجلي الثلاثة بتقول سمعان سخروا سمعان رجلا قيروانيا فحامل صليبه أما يحن فبيقول فخرج وهو وهو حامل صليبه مين اللي شال صليبه سداني دكتور منقز لو جبت عيل في مدرس الأحد هيجاوبك على السؤال ده هيقولك يا دكتور منقز عند تعرف المسافة ما بين مكان بيلاتوس ومكان صلب المسيح تعرف أنه فأخذوا يسوع ومضوا به فخرج وهو حامل صليبه يبقى المسيح بحسب القانون الروماني بحسب القانون الروماني كان لابد كان لابد أن يحمل صليبه فخرج المسيح من عندي بيلاتوس حاملا صليبه لكن لأن المسيح كل قواه الجسدية قد خارت فكمية نس في الدم والألام الجسدية التي كان يعاني منها المسيح نتيجة الجلد والضرب والعطش والمحاكمات الكثيرة التي اكتاز فيها قد أصبح فعلا جسديا لا يستطيع أن يعتمل حمل صليب أو حمل صليب وزنه أكثر من 30 أو 40 باوند يعني يمكن 20 كيلو أو أكثر ويسير بمسافة طويلة فالمسيح حمل صليبه يا دكتور منكز وهو خارج من عندي بيلاتوس لكنه لم يستطع أن يكمل لقد خارة في الطريق إزاي هيخلو يشيلوا تاني في ليوا واحد موجود اسمه سمعان القيرواني وسمعان القيرواني ده كان رجل زائر لمدينة أرشاليم هو يهودي لكنه زائر لمدينة أرشاليم لأنه كان عيد الفصح فسخروا قالوا له تعالى أنت أكمل المشوار لا يوجد تناقض يا دكتور منكز بس هتقول هنقول الكلام ده المين هنقوله لإنسان فعلا منصف أنت ما أريتش حاجة ما بحستش والنص ده عمره ما بيمثل بالنسبة المسيحين مشكلة لأنه حلوا ببساطة حلوا ببساطة آه فأخذوا يسوع ومضوا به فخرج وهو حامل صليبه لكن هل وصل إلى الصليب وهو حامل صليبه لا هنا التركيز هنا في الأنجيلي الثلاثة على أن هناك سمعان الذي هو قيرواني وسمعان هذا حمل صليب بقية المسافة لأن المسيح لا يستطيع أن يكمل ببساطة بدون تعئيدات طبعا طيب أنا عندي قضية أخرى لا معرفش بس أنا أنا وريكوا المابس يعني وياريت الدكتور مونك يقدر يرجع للمابس الكتابية هنا ده الهيكل ده الهيكل كويس والمسيح ميشي من عند رومان بلس اللي هو هنا حتى دي رقم سبعة وخارج المدينة لازم يخرج برا المدينة عشان يروح للجلجوسة مسافة طويلة للإنسان السليم يتعب أما المسيح الذي جلد وسفك دمه ووضع إكليل شوك على رأسه وأهين وعطش وفي محاكمات ساعات طويلة وفي عدم نوم لأكثر من 24 ساعة وجلد ونسف دم لا يستطيع أن يحتمل هذا طيب قضية جزء آخر بها وهو قضية يهوزة الإسخريوتي مع أننا رديت على على القضية دي في حلقة كاملة يعني قضية يهوزة الإسخريوتي خيانته و وطريقة موته وردت عليها بالتفصيل لكن لكن ما عليش خليني أخذ الأجزاء لعل الدكتور منقز يعني نجواب على أسألته كيف أو كيفية موت يهوزة دي قضية كبيرة عنده جدا قضية موت يهوزة كيف مات يهوزة فإما أن يكون قد خنق نفسه زي ما بتقولي الأنجيل ومات ثم مضى وخنق نفسه وإما أن يكون قد مات بسقوطه حيث انشقت بطنه وانسكبت أحشاءه فمات بحسب أيضا أعمال الرسل بيقولنا كده بطرس والسقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاءه كلها ولا يمكن أن يكون يهوزة مات مرتين كما لا يمكن أن يكون قد مات بالطريقتين معا طيب دي أول قضية في قضية يهوزة كيف مات يهوزة الأضايات الثانية نحاول نجاوب عليها المرة الجاية بإذن يسوع لو الوقت لم يسعفنا لكن هل ناخد القضية الأولى القضية الأولى كيف مات يهوزة أعمال مات 27 مضى وخنق نفسه أعمال واحد أنه سقط على وجهه الوسط و فانسكبت إيه انسكبت أحشاء طيب أخذ القضية الأولى كيف مات يهوزة هل خنق نفسه أم سقط على وجهه وانشق من الوسط لا يوجد أبدا تناقض يا دكتور منقز ولا يوجد أبدا قصتين مختلفتين لطريقة موت يهوزة تناقض يكون عندما يكون حدث وهناك تقرير يعارض هذا الحدث لكن الرويتين بيكملوا بعض وبيشرحوا بعض كويس هنا نجد تكامل ولا ولا يوجد تناقض متى قال أن يهوزة مضى وخنق نفسه لم يعرض هذا بطرس عندما قال سقط على وجهه وانشق من الوسط طيب إيه اللي حصل يهوزة شنق نفسه خنق نفسه عندما رأى أن اليهود حكموا على يسوع بالموت كان ذلك يوم الفصح أي قبل يوم السبت ولأن اليهود لا يلمسون جثة الميت أنا معرفش تعرف الموضوع دي ولا كنوين كنوين اليهود لا يلمسون جثة الميت وفي نفس الوقت الموت شنقا يعتبر وصمت عار يعني يعني اللي موت نفسه بالشن يعتبر وصمت عار حتى أهله ما يشلوش جثته فلأنه كان يوم سبت ولأن يهوزة مات شنقا زلت جثة يهوزة معلقة على الخشبة اللي شنق فيها نفسه عدة أيام حتى بدأت تتعفن وبدأت البكتيريا الداخلية تأكل الأخشية والخلايا مما جعل البطن تنتفخ بطنه انتفخت وتصبح حشة فعندما انقطع الحبل وسقط يهوزة سقط على وجهه فانشق من الوسط وخرجت أحشاء يعني الحدث اللي عمله الأولاني انه خنق نفسه لكنه ظل وقت معلق لا يستطيع أحد أن يأتي إليه في المكان اللي هو فيه ولا يستطيع أحد أن يلمس جثته وعيس لأنه ميت ولأنهم في عيد ولا يستطيع حتى أهله أن يتعاملوا معه بهذا الشكل فظل معلق لكن ظل معلق إلى إمتى لحد لما الحبل نفسه وقع بس كانت أحشاءه ورده بطنه انتفخت فلما وقع هذه الأحشاء اللي تعفنت واللي كلتها البكتيريا جعلت البطن تنفجر اللي بيقع يا دكتور مونك الصعب جدا إنه بطنه تنفجر يعني لو واحد نط من حتة عالية وقع على بطنه بطنه متنفجرش الأربطة والأنسجة والعضلات بتاعت البطن القوية جدا مش من السهل جدا إنها تتقطع إلا إذا كانت فعلا اتحللت وانتفخت زهب يهوزا إلى منطقة خاربة ووعرة لا يراه أحد فخنك نفسه في حقل الفخاري وحقل الفخاري يا دكتور مونك هو جزء من منطقة وادي ابنها النوم حيث كانت تلقى القمامة مع بقايا الحيوانات الميت يعني منطقة نجزة وعظامها وكذلك الفخار المكسور سقط يهوزا فين سقط في حقل الفخاري كويس انشقة من الوسط فخرجت أحشاؤه تعبير طبي يا دكتور انشقة من الوسط حتى في اللغة اللونية هو تعبير طبي تعبير طبي لا يمكن أن يصف إنسان طبيعي واللي كاتب هذا التعبير هو لقى الطبيب في أعمال واحد على لسان بوتروس فالإنسان لا يمكن هذا التعبير أن يصف إنسان طبيعي يسقط على وجه لأن جلد الإنسان وعضلاته والأنسجة الرابطة قوية جدا لا تتمزك عندما يسقط الإنسان يحدث ذلك ببساطة مع الشخص الميت منذ فترة حيث تبدأ منطقة البطن في التعفن والتحلل لا يوجد تناقض يا دكتور مونكس هي قصة واحدة متى كتب ما حدث مباشرة بعدما اكتشف أن يسوع قد أسلم وحكم عليه بالموت بوتروس حكى ما حصل له بعد أن سقط وانقطع الحبل لا يوجد تناقض مهما حاولت يا دكتور المونكس أنك تطعن في مصدقية صلب المسيح هتفشل لأنه ما نعم نتلك من أدلة تاريخية وكتبية وتفاصيل لا يمكن أن يقارن أبدا بآية وحدة كتبها شاهد ما شفش حاجة جاء بعد ستمائة سنة وهيظل الصليب هو قوة الله للخلاص أن نكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر